لسا الاحتلال الإسرائيلي بيتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الاحتلال بيتمادى في عدوانه بالهجوم المتكرر ومازال بيستهدف المدنيين العزل طبعا ما فيه شك انه جرائم المستوطنين بتتصاعد هي الأخرى في الضفة الغربية تحت سمع وبصر العالم كله الحرب مستمرة من جانب قوات الاحتلال على كل شبر في أرض فلسطين قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع ووسط طبعا مخاوف من كارثة إنسانية أعمق بكتير قراءة وافية عن ما يحدث داخل القطاع معنا في الستوديو دكتور أحمد ماهر الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور صباح الخير صباح النور يا أهلا بحضرتك من ورنة فن سعيد بوجدي معكم شرفنا بحضرتك طيب في البداية كيف تقيم ما يحدث بعد أن تجاوزنا الشهرين وما زالت الحرب مستمرة على القطاع غزة؟ يبدو كده أن إسرائيل حتى الآن هي فاشلة في تحقيق أي نتائج على الأرض وأن المؤلاء اللي إداء أهلهم الرئيس بايدن لحد نهاية هذه السنة لن يستمر برضو في النجاح رغم أن المجازر بيحاولوا يزودوها وحروب الإبادة بيحاولوا يزودوها والضغوط اللي بيعملوها لدفع الفلسطينيين في اتجاه الجنوب وفي اتجاه حدودنا مازات مستمرة لكن يبدو أن هما لن ينجعوا في تحقيق أي نتائج على الأرض ده الواضح في البداية بالإضافة إلا أن حتى الآن هما لم يحققوا حتى يعني كان في عملية كتنبارح بيحاولوا يحرروا أحد جنودهم الأسرة في عملية المفروض تكون كبيرة أتوقع أن طبعا أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا مشاركين فيها بالطائرات بدون طيار لكن ما يدروش أن هما يحرروا بل العكس اللي حاولوا يحرروا اتقتل في أثناء محاولة التحرير وكمان أصيب اتنين من الجنود الواضح أن هما الدول كانوا بدأوا الاقتحام إصابات بالغة لدرجة ده اللي أعلق عليه متحدث باسم الجيش الدفاع الإسرائيلي إصابات بالغة طبعا علش في النقطة دي أفندم هل ده مؤشر على أن قوات الاحتلال بدأت يكون عندها معلومات أكتر عن مكان المحتجزين؟ أولا هو أكيد طم تحليل من المحتجزين للإصاباتين طرق الإخفاء والأماكن اللي ممكن يكونوا بيتم إخفاءهم وكده لكن أنا اللي أعرفه برضو أن في نفس الوقت أن حماس ما بتحطش كل الجنود في مكان واحد إنما بتفرقهم أو كل الأسرة يعني في مكان واحد إنما بتفرقهم في أماكن مختلفة بحيث أن ما حدش حتى لو تمت عملية النكحة وألا أتواقع أن في عملية نكحة حتى في المستقبل يعني هتكون برضو مش هتحقل النتيجة وكمان أنا أتواقع أن في رزالة بعضتها حماس في موت الأسير أن أي محاولة يعني أنهما ياخدوا هذا الأسير أو ياخدوا من القوة الجيش القسام أو من مقاومة في نفس الوقت هيكون هذا الأسير ماتور فدي رسائل برضو يعني دي رسائل اللي هي بتبعتهم أن أنت لو حاولت تتحرر الأسير هيتقتل طيب ده ممكن يكون رد فعله إيه على الشارع الإسرائيلي يعني إحنا شايفين أن الأصوات بتتصعد أنه تراجع الكلام عن الأسرة أنتوا ما بترجعوش الأسرة مش شايفين أي نتيجة ولما ابتدى يحصل أي نوع من أنواع الإقدام على الحصول على الأسرة أهو تم قتلهم فده ممكن يبقى الأهالي هتعمل إيه معي ضغوط إضافية على نتنياهو كان فيه تسريب صوتي لسه كان طالع مبارح بأن الأسرة يعني في حالة انفعال وغضب من أن الأسرة بتقعوهم في حالة تهديد وأنه ممكن يتم التضحية بهم وطعام بيحاول نتنياهو ما بيقوله بصوت واضح أنت فشلت واشقيا أنا بأكد الموضوع الفشل هم برعبين على أولادهم لسه فيه برضو تظاهرات مبارح مازالت مستمرة أهالي الأسرة فالتحييل الأسرة هم بيتكلموا على عدد تتجاوز حوالي 180 أسير مازالوا يعني فواغلبهم يعني دلوقتي من الأسرة وليس الرهائن رتب عسكرية وجنود آه رتب عسكرية وجنود زي الجندي اللي تقتل المبارح حسن بيلميزال يعني فدلوقتي المعركة أنا شايف أنها دخلت مراحل صعبة جدا المراحل القادمة الضغوط هتزيد على إسرائيل زي ما هي ما بتحصل على طبعا على الفلسطينيين في قطاع غزة محاولات أن هم ينهوا الموضوع بسرعة ده ضغوط أكتر عليهم العالم بيرائب المجتمع الدولي كله بيرائب عليهم هل هم بيحاولوا فعلا ينهوا الموضوع بسرعة ولا العكس أنا شايف أنهم بيحاولوا يمدوا أجل الحرب وأجل هجوم على قطاع غزة بالتأكيد عايزين يخلصوا الموضوع بسرعة لكن ليه بالتأكيد أولا نحية اقتصادية هم بيخسروا كل يوم حوالي مليار دولار ودي أتوقع يعني دي حاجة مش لطيفة بالنسبة لهم اتنين أن الضغوط عليهم من أهالي المحتجزين وأهالي الأسرة دي ضغوط قوية جدا عليهم هم يعني بيحاولوا يحتوها وبيش هيفشلوا تعمل لو استمرت لبعد كده الرئاسة رئيس بايدن أو إدارة الرئيس بايدن كذلك بيعملوا عليهم ضغوط رغب أن هما بيساعدوهم وبيمولوهم ومش هيتوقفوا بالمناسبة يعني لكن دي ضغوط وفيه ضغوط دولية أخرى من دول أخرى فكل الضغوط دي هما عايزين ينهون الموضوع بسرعة عشان ينتهي بالنسبة لهم ده بالنسبة لهم كبوس فكل يوم كل يوم ما بيحققوش فيه هدفهم هو نجاح للمقاومة الفلسطينية وفشل لإسرائيل طيب هل خرجت جلسة مجلس الأمن بالأمس بما كنت تتوقعه يعني البعض كان يتوقع نتيجة الضغوط الزايدة اللي بتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية سواء من الشعب من الداخل الأمريكي أو حتى دوليا أنها لا تستخدم حق الفيتو لكن استخدمت حق الفيتو وقفت قدام قرار لوقف مباشر وفوري لإطلاق النار أنا بس لازم دايما نحط في ذهننا أن الرئيس بايدن أعلن أنه هو صهيوني ولن يعتذر الجملة دي فهمنا الدعم اللي هيكون مشتمر مع الإسرائيليين ضد أي محاولة لمنعهم من ارتكاب المجازر مهما كانت الضغوط يعني مهما حصل هيبنعوا أي محاولة لمنع إسرائيل من أنها توقف الحرب أنا بس عايز أعلق على حاجة مهما كانت الضغوط دي زي ما شازلي بيسأل مهما كانت الضغوط من الجانب الإسرائيلي ومن الحكومات ومن الشارع الأمريكي لأن الشارع الأمريكي نفسه يعني يتكلم أكتر من مرة في أنه رافض وكان فيه مشروع قانون لتمويل أو لسلفة جديدة لإسرائيل وتم رافضه ففيه ضغوط داخلية أيضا أنا عايزين نمص على فيه الجانب الأمريكي اللي هو جانب منحاز تماما لإسرائيل إنه هو ممكن يعني يقف على الحياد أو يتجه للإنحاز للجانب الآخر أعظون أن احنا كده بنراهن على يعني حاجة خاسرة فمن ناحية تانية أنا عايز بس أأكد إن كمان الحكومة الإسرائيلية مطمئنة تماما إن فيه مساعدات يعني من السلاح كتيرة صحيح مجلس الشيوخ إمبارح رفض الموافقة على الإمدالة بـ 14 مليار دولار لصالح إسرائيل اللي ما كان معها 50 ونتواقع بشأن كده عشان في 50 مليار دولار رايحة لأوكرانيا يعني كمان أوكرانيا مش هداخد تمويل مما هيسعد طبعا الرئيس بوتين إن كده الزخيرة أو السلاح اللي موجود عند الجانب الأوكراني هتنتهي وده هيساعده إنه هو يقدر يتقدم كمان أكثر يعني صحيح فالـ 14 مليار دولار مش هداخدها وفي ده السوقت هو بيقدم بيقدم للرئيس بايدن حزمة جديدة من القذائف حوالي 45 ألف قذيفة للدبابات البركابة لاستمرار إسرائيل في قتل الأبرياء يعني أنا عايز أقول حاجة إن 5 أربية ألف قذيفة ده رقم كبير جدا المفروض هو ما بيقوله إحنا عايزين ننهي قبل لهاية السنة وكمان هو لسه عايز يعني برسالة ببضل حاجة هو بيقوله أنا عايز تكون تنتهو ولسه لما هو أصني 5 أربية ألف يبعثها فده هالجا عايز يستخدمهم خلال العشرين يوم اللي جاي هيلحق أنا أقوله حدوك بحسب الواضح يعني إنه هو باعت هذه الكمية لاستخدامها هو عايز ينهي قبل نهاية العام بس من الإحساسي بقى من الموضوع ده إنه مناقض لكلامه إنه هو عايز كنتنتهو بالعادة هو بيعمل ممكن خطة بديلة إنه هو 5 أربية ألف دي خذيفة تتوفر ليه الدبابات المركبة بعد كأنه فيه استمرار للضغط بالدبابات على قطاع غزة مع العلم إنه قامة دي يعني أن ده نعواجها بالدبابات يعني يعني اسلوب فاشل في اختيار السلاح المضاد يعني فيش تساوي في القوة طيب ما فيش تساوي والقوة في مصلحة قوات الاحتلال لكن السؤال الأهم هل تستطيع قوات الاحتلال للقضاء على المقاومة؟ هتفشل هتفشل ليه لأن أولا هم زي ما هم بيقولوا وحدا بنحارب أشباح العملية اللي لسه كنتصورة الفيديو الأخير داخل قطاع غزة بجوار المخيمات اللي هم ضربوها وبتطلع منها سواريخ هي اللي بتضرب تل قبيب دي رسالة أن احنا ما زلنا موجودين في غزة وما زلنا بنضرب وفي المناطق اللي انت قلت أن انت خلص خلصتها فدي رسالة أن هم المعركة مستمرة أنت بتأذي أولاد البلد وبتزحهم وتقتلهم وأطفالنا وأولادنا لكن احنا كقوة مقومة احنا موجودين تحت الأرض احنا جيش كامل تحت الأرض ممكن يطلع لك من أي مكان ويواجهك ويضربك على فكرة دي كلها رسائل يعني أن أنا بازلت وضرب من تل قبيب من شمال غزة إذن أن أنا قادر أن أنا أستمر معاك لمدة طويلة يعني دي نوع من أنواع رسائل قتل الأسير اللي اتقتل أسنان المعاجهة معهم لتحريره رسالة أن انت لو حاولت أن انت تخترق أي مجالية وتحاول تجيب أي أسير هيكون مصيره الموت في الاتنين بيبعثوا رسالة لبعض في الجنب الإسرائيلي أنه أثر ناس عاديين في سن القدرة أنه يحارب ويصورهم بالصورة دي عشان يحطم المعنويات للمقاتلين للفلسطينيين أو من ناحية تانية نبعث رسالة للعالم أن أنا ممسيطر وأن أنا بحق النتائج أو يرفع الروح المعنوية للإسرائيل أنا شايف أن على أرض الواقع هو مش حق أحد مبارح كان فيه كلمة للسفير أسامة عبدالخالق خلال جلسة مجلس الأمن كلمة منذوبة مصر لدى مجلس الأمن كان بيكلم فيها عن أن الاحتلال الإسرائيلي بيرتكم جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة باستخدام المسترحات الاستخدامة تعليق خضرتك على هذه الكلمة وتعليق خضرتك على الموقف المصري كلمة قوية طبعا وده المتوقع من مصر أنها تعمله وأتوقع المزيد أتوقع الفترة القادمة لأن الفترة القادمة فترة مش سهلة فترة صعبة جدا سيناريوهات كل وقت كل مدى بتدخل في مراحل أصعب الحلول أنا شايفها أنها جميعا حلول مؤلمة والبدائل كلها مؤلمة لأن وده اللي بيحطنا فيه الحكومة الإسرائيلية المتشددة أو متطرفة اللي شبهم الرئيس السابق الإسرائيلي نفسه أولمرت أنه دول يعني بين جفير والمجموعة بتاعته إنهم مجموعة من الإرهابيين هو نفسه اللي قال سماهم بالاسم ده فإحنا المشكلة في المجموعة اللي إحنا بنتكلم عنها اللي إحنا عايزينها توقف إطلاق النار اللي عايزينها تكون عندها شيء من الرحمة دي أصلا مجموعة من الإرهابيين بحسب قول الرئيس وزراء سابق إسرائيلي طيب مع فشل عملية تحرير الأسير بالأمس هل تتوقع أنه يكون فيه هدنة قريبة أتوقع يعني للأسف أتوقع لا لأن على الأقل للحد نهاية السنة يعني ممكن بعد نهاية السنة حتى أهالي المحتجزين والأسرة مش من الممكن هما يمرسوا دوحط على الحكومة أهو حاجة يعني هو لو حققوا حاجة هما حصروا بيت السنوار ده مجرد رمزي لأن أصلا أكيد السنوار مش موجود في خان يونس محاولة بعث الرسائل لأن إحنا ما زلنا مصيطرين عشان يبعثها للجنب الأمريكي إن إحنا أقوية كل دي رسائل عشان يبينوا إن إحنا يعني اللي أنت بتطلبه منها ننهي إحنا بنساعد يعني كيف ممكن أن تنطلي هذه الخدعة على حد محاصرة بيت السنوار إذا كان أقل فرد أو أصغر فرد في المقاومة مش موجود في بيته كيف يمكن إحس السنوار اللي يكون موجود في بيته يعني هي مجرد يعني صورة تلفزيونية عشان ياخدوا اللقطة إحنا محاصرين بيت السنوار كل ده يعني أنا شايف إنها تخطيئة على فشل تخطيئة على عدم قدرة تخطيئة على محاولات عدم تحقيق أي شيء أنا شايف إن المقاومة الفلسطينية حتى الآن هتستمر وهي ما زالت نجحة القلق الوحيد أو الشيء المقلب الوحيد الضحايا اللي بتموت وفي نفس الوقت اللتيج على الأرض وفرد أمر وقع على مصر بعد كده هو ده التحدي الحقيق أصدنا دلوقتي لأنهم فعلا دفعوا الفلسطينيين في اتجاه حدودنا إحنا هنتصرف إزاي هو ده التحدي اللي أصد مصر دلوقتي إزاي تصرف فيه والحلول اللي قدام ده اللي احنا مش عايزين يعني مع الأحداث لسه عايزين نشوف إيه الحلول وإيه البدايل المتوقع أنا أتوقع يعني بدائل لكن ممكن لو حقا عايزين أنا أرقش فيها أرقش فيها طيب دكتور يعني جرت العادة أنه لما يبقى فيه يعني نوع من أنواع الهجوم على أي فرد الواحد بيبقى مش لازم يدي تحذير ما بيعلنش عن خططه المبادرة والمفاجأة هي أكبر العوامل اللي بتأثر على رد فعل اللي قدامي الكلام اللي بيتم صارته حوالين إغرق أنفاق غزة بالمياه إذا كانوا يستطيعوا هذا لماذا لم يقدموا عليه لغاية دلوقتي دي أول حاجة تاني حاجة هل طبيعي أن أنا أحذر المقاومة بأن إحنا هنغرق الأنفاق برضو ديات تجربة منهم أنهم عايزين يبعثوا لسائل إحنا هنعمل أو إحنا بنعمل أو إحنا هنوصل أو أنه دي مش أول مرة يفكروا التفكير ده هم حاولوا في 2014 يعبدوا نفس التجربة وفشلت ودلوقتي يقولوا أن إحنا هنغرق الألغام أو هنغرق الأنفاق الأنفاق اللي هي ملغمة لأن طبعا أي حولات لدخول الأنفاق دلوقتي وردو بيتم تلغمة فبينتفجر فيه محصف كذا مرة في الأيام اللي فاتت دي فهم بيقولوا أن إحنا هنغرق وهنعمل وأظن أن ده حتى لو عملوه مش هينجحوا لأن كمية المية المحتاجين ينقلوها عشان يغطوا الحجم هذه الأنفاق كلها ده ضخم جدا وممكن تنهار الأرض كلها بما فيها نفسها عليهم لو حصلت وده عايز وقت طويل جدا عشان تتحقق غير أن الشبكة العنكبوتية اللي عاملها حماس صعب أن أنت تتحقق فيه النتاج زي كده وكمان الأنفاق نفسها على مستويات مختلفة يعني إحنا بتتكلم فيه اللي تحت عشرين متر اللي تحت ستين متر اللي حتى تحت تمانين متر فطبعا أنت بتتكلم في شبكة ضخمة جدا وعن كبوتية جدا أنت تملاب الميا هو نفسه درشي تخيل ممكن يعمل أو يحقق أي نتائج في الموضوع ده شكرا جزيلا الدكتور أحمد ماهر الباحث في العلومة السياسية والعلاقات الدولية شكرا لك على المشكلة شكرا لكم